اهلا بكم من يومين اطلق فريق زد سري اكس تحديث جديد للبوكس وضع فيه خدمة جديدة لاجهزة سامسونج والغو وهي فك شفرة الاجهزة الجديدة من خلال كراءة الاكواد عن طريق سيرفر خاص بالبوكس وتعالوا نشوف فريق البوكس بيقدم الخدمة الجديدة ازاي للمستخدمين في الموضوع اللي موجود في الهوستنج بعد سنوات قليلة من العمل نقدم لكم اليوم خدمة جديدة وحصرية وهي كراءة الاكواد من هواتف سامسونج والغو التي تحتوي على حماية حديثة وحتى الان لا توجد حلول مجانية لفك شفرة هذه الهواتف ولذلك سنقوم بتقديم هذه الخدمة عن طريق راءة مباشرة لاكواد فك الشفرة من خلال سيرفر البوكس وستكون هذه الخدمة مدفوعة عن طريق الكريديد ولكن لماذا لا تكون هذه الخدمة مجانية وكان رد الفريق ان الحلول المجانية هتموت الشغل وسوق السوفتوير ولان الحلول المجانية سهلة النسخ والنقل واخيرا لان الخدمة تكلفتها كبيرة على الفريق زي ما بيقول وكمان الفريق بيوضح طريقة استخدام الخدمة الجديدة وهي بتوصيل كابل اليو اس بي بعد تفعيل وضع التطوير ثم الضغط على اقراءة الاكواد تخدام الخدمة دي مش هتحتاج صلاحيات الرغم ومش هيتم تغيير اي شيء او مسح اي شيء في محتوىات الجهاز وكمان مش هيتم اي تغيير على العداد الخاص بالحماية وهيتم اعطائك الكود الخاص بالجهاز اللي قمت بعمل كراءة ليه والخدمة مش هتشتغل في حالة انك ما عندكش كريديد كفاية وكمان الخدمة ممكن ما تشتغلش في حالة انك عدلت على بيانات ومعلومات الجهاز وبالتالي مش هيتم خصم اي كريديد من رسيبك والخدمة هتكون بدون اي اتصال خارجي ومستقل تماما عن اي شخص وكمان بيقولوا انه ممكن ما تقلقش من اي مشاكل هتصدفك زي ممكن اغلاق حسابك او مشكلة في السيرفر تقيل بيهنج الى اخره من مشاكل دي ودي قايمة بالاجهزة الحديثة اللي مدعومة في الخدمة الجديدة وفي نفس التحديث تم اضافة بعض الاجهزة الجديدة والقديمة للبرنامج الاساسي للبوكس ودي مجاني كمان تم اضافة بعض الاصلاحات والتجديدات على وجهة البرنامج وتقدر تحمل التحديث من الموضوع اللي موجود في الهوستنج وهتلاقي الرابط بتاعه في وصف الفيديو او ممكن تحمله من برنامج الشيل لو كنت مثبته على جهازك بس ممكن تقابل مشاكل وانت بتحمله من الشيل ولازم تتأكد انك قافل اي انت فيروس على جهازك طب الخدمة الجديدة دي سعرها كم؟ فريق البوكس بيقدم عرض على الخدمة الجديدة كلها化 الكود الخاص بجهاز واحد يعني فك شفرة الجهاز واحد هيخصن منك خمسة كريبي ومن بعد واحد Then 17, 2017 هيكون سعر الكود الخاص بجهاز واحد يعني فك شفرة الجهاز واحد هتتكلف 10 كريبي يعني هم عاملين عرض لمدة شهر مع العلم ان الخمسين كريدت سعرهم سبعين دولار يعني بسعر الدولار في مصر دلوقتي هتلاقي الجهاز هتوصل تكلفته المتين وستين او متين وسبعين جنيه وطرق التواصل والشراء هتلاقيها في الموضوع وممكن تشحن كريدت من الشخص اللي انت شار منه البوكس او من اي وكيل او حاج بيبيع بوكسات جنبك وبعد تثبيت التحديث الجديد هتلاقي انهم غيروا طريقة تثبيت البرنامج وهتكون على حسب اختيارك زي ما احنا شايفين وممكن تختار شكل الوجهة وكمان اختصارات موديلات الاجهزة زي SM و GT زي ما احنا شايفين وغيرها من الاعدادات وانت بتسطى بالبرنامج هتشوف وبعد ما تنتهم التثبيت بتشغل البرنامج بطريقة دي ودي الوجهة الجديدة للبرنامج وزي ما احنا شايفين انه تم اضافة الخدمة الجديدة للاجهزة اللي شفناها في موضوع التحديث لكن اخيرا بعد الموضوع ده في سؤال بيطرح بلح الكفتاج اللي لسه بيدرف في الاسعار ويفرمت الاجهزة ويقول انا نزلت سوفتوير نعمل في ايه بعد التكاليف والخدمات الجديدة دي احنا هنفصلوا رجليه ونعجزوا حلم بعد كده نربطوا ونحطوا في شنطة العربية جميل ثم نطلق على سطح الواتحة مادة نغتزبوا ونصوروا وبكده نكون خلصنا موضوع النهار ولو عجبتك الحلقة تقدر تعمل لايك وشير للفيديو وما تنساش تشترك في قناة جوكر صفت وتضغط على علامة الجرس دي علشان يوصلك اشعار بكل الفيديوهات والحلقات الجديدة اول بقوا سلام اشتركوا في القناة